موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طواز ياماني دولان سينيما بخيمار بخلو لباجة 119 بخلو لباجة 119 فلنأخذ صفحة رقم 119 119 119 119 نأخذ أول الصفحة كما نرى كما نرى ماذا عندنا في أول الصفحة كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى لر كما نرى نرى كما نرى كما نرى أي ثم طبعا ينطقان تقريبا بنفس الشكل ننطقهما أي طبعا رأينا في المسابق هنا أيضا نفس الشيء مع أي كما نرى من أجل فخي فخي إذن هذه كأنها بأكسن طبعا هناك كلمات تتضمن ثم هناك كلمات تكتب بأي الآن الكلمة فريز فرولا فريز لمو فريز كم نول وüyor إذن إذن 般aires نوبن يتهجه وويته دمن максим sack إنه ،てنا مثل جولät instructions ملو أحيان! أجد الزقهم جاهل نحن نرى نحن نضع كلام نحن نرس generation جاهل شكراً لكم وشكراً للماء أكمن نرس وشكراً للماء لم يكن اجد نحن نعرف نحن نرس نحن نمه نحن نرس نحن نرس نحن نفع ملو الأ belts البن سهل البن؟ إذن ممكن أن تعني كما قلنا ثم في معنى مجازي ممكن أن تعني كما نقول الحزن أو الهم إذن أنها تتضمن كما قلنا فيما سابق نقول لشخصين مثلا أو مثلا لا عليك أو كما نقول أحيانا لا عليك لدوزيامو كسكونا لزن لدوزيامو فلنقرأ الكلمة التانية لدوزيامو سي لاميزون سي كو لاميزون المنزيل إذن المنزيل يسمى لاميزون ثم نسويت نو لزن لدوزيامو سي كو لدوزيامو أنا دي زيل دي زيل سي كو لزيل ما دون يعني بكلمة لزيل المقصود بها الأجنحة الأجنحة ممكن أن تعني أيضا الجناحين بحكم أن في اللغة الفرنسية المتنى يعتبر جمعا في اللغة الفرنسية كما قلنا هناك المفرد وهناك الجمع في اللغة العربية هناك المفرد والمتنى والجمع إذن نتكلم عن دي زيل سي كو لزيل أي أجنحة إذا الأجنحة تسمى ديزيل إذا قلنا ديزيل أجنحة من الأجنحة أي أنا غير معرفة ممكن أن أقول انال أي جماح في الجمع أقول ديزيل إذن هات دي هي الجمع ديال إن وديال آ في حالة المذكر هات دي هي الجمع ديال إن في حالة المؤنت وهي الجمع دي الأه في حالة المذكر أقول مثلا أنستيلو أنستيلو يعني قلم قلم ما في الجمع أقول ديستيلو ولكن عندما أقول لال يعني الجناح يعني أنه معروف يعني أنه معرف لال في الجمع أقول لازال في الجمع أقول لازال الأجنحة يعني أنه معروفة وبالتالي فهي معرفة نو لزن انسانب لو كاتريا مو كيس كونا اونا جام جام ساك الوغرب اش من فعل هذا ساك الوغرب ايدا ايو فعلين هذا ساك الوغرب امي ساك الوغرب امي هذا الوغرب امي والذي يعني احبه ماذا اقول فالبريزان يعني في الحادر اقول جام تي ام الام نو زي مو زي مي يلزام يعني هم يحبون مثلا انا جام مو كعطابل انا احب محفظتي مثلا الام مثلا سان ستيلو الام سان نيكول يعني هو يحب مدرسته مثلا الى اخير اذا عندنا هنا جام لو ماتر جام لو ماتر اذا انا احبو الاستاذ انا احبو المعلم جام لو ماتر انا احبو المدرس اذا جام لو ماتر بعدها ماذا نقصد بكلمة ناج طبعا التلج المقصود بكلمة الاناج يعني التلج اي انفاءنا الى ديرني مو اخر كلمة لزون ل فلنقرأه فلنقرأها طبعا كلمة مو كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية كمانا نقول فلنقرأه لزون ل لنقول لزون ل يعني فلنقرأها بل نقول فلنقرأه لأن الكلمة في اللغة الفرنسية هي كلمة أيضا كلمة مودكرة إذن نقول لزن ل فلنقرأو إذن المقصود فلنقرأ لزن ل فلنقرأ كس qu'on a On a لاماتريس لاماتريس يعني المدريسة لاماتريسة المدريسة لاماتريس On a lo maître المدريس لاماتريس المدريسة كم نو لvoyيوم Tous ces mots comprennent Soit A-I Soit E-I كما نربي أن كل هدل كلمات تتدامن يَا إِمَّا أَي أو تتدامن E-I كم إزامل سيناو پرونو لما لابن إدن سو مو كمفران E-I سو مو كمفران E-I إدن هدل كلمات تتدامن E-I أفره أولا لاميزون أسكي كمفران E-I إدن كلمات لاميزون هل تتدامن E-I إلا 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 إ اوشي قمت عن اي كمS افراب انا لا لاج I قم این قلمت أين جه و هناك قلمت μεتراس لكنها ا właściwie قمت عن اي قلمت alyمتراس قم نلو Yun Έنا پسن ويديد أيضا لكيديد أيضا أنه يكتب أيها الزبطان ويديد أيضا أنه يكتب أيها الزبطان إلى آخره. إذن جبساغب سيزيماج. أنا ألاحظ هذه الصور. ثم أنا أجد سلوهرب تخوفي. هذا في الوجهده. ثم أنا أجد الكلمات. سنوجد الكلمات المناسبة للصور. ثم أنا أجد الكلمات المناسبة لهذه الصور. إذن هذا هو المقصود بهذا الأمر. جبساغب سيزيماج. أنا ألاحظ هذه الصور. ويجو تتعلم للمو أجد أي أو أي. ثم أجد الكلمات المتبمن الأي أو بي أي. نحن 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 تدبع لأولا أصور الأولى. كيف تخوفي؟ ما ديتم تتل أصور الأولى؟ لأولا أولا أصور الأولى. لأولا أولا أصور الأولى. أصور الأولى أصور الأولى أصور الأولى. أصور الأولى أصور الأولى أصور الأولى. إشارة السام إلا مدى يشير السام رغار دون بيا لفلش فلنان درجا يدن السام كن ديكتيل؟ إلا مدى يشير كن ديك لفلش إلا مدى يشير السام لفلش اندك إنال السامو يشير إلا جنه لفلش اندك إنال السامو يشير إلا جنه Alors, en prononçant робFlip س Tong هل نسمع معه أع insan أو أعی أو أعي أو أعي أو لا بيانسور plano سر الل نسمع معه أعي إلا إلا أندusement آعي ماسي نس firme و إلا بالش اور لفلش إلا كن درس لفلش ما اتتو ماتل صلى التالية؟ que représente la troisième image ما اتتو ماتل صلى التالية؟ la troisième image représente une pomme une pomme alors quand on prononce le mot pomme est-ce qu'on l'entend avec e-i a-i ou non إذن عندما ننتق kalimat pomme عندما ننتق هاد الكلامة هل نسمع معها اي 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 او لا نسمع شيء من هدا ان pronصان لمو بام ان ننتقل ني اي ني اي عندما ننطق كلمة بام لا نسمع لا اي ولا اي Quand on prononce le mot pomme On l'entend Ni-е-i Ni-ä-i يعني عند uns then 터 THEPON لا نسمع لا-أي ولا-أي Après, on a La quatrième image Que représente-t-elle ? Que représente La quatrième image Comme nous le voyons Sur la butérie Il y a le cal هذا Il y se Grey كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى هل نسمع اي او نسمع اي او لا نسمع شيئا من هذا بانسور كنتم برونس لما لي او نسمع اي اذا عندما ننتق كلمة لي اننا نسمع معها صوت اي نسمع معها صوت اي طبعا الصوت ممكن انه يكتب بعدة طرق لكن هناك كتابات انه يكتب باي و لكن ما نسمع معها صوت اي اذا اردتنا عني عنه صوت اي ما زا وقت لا شاهدت ما زا وقت لا مشاهدت نسمع اي اجل صوت اي قامنا allowed ربراسنت نحن نشة ربراسنت 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 لعنه ربراسنت نحن كلمته simples الان نصد المثال أرids ef هل نسمع معها owning أو ه Zen теперь ago نحن كلمته نحن ندل وضعي نحنان كلمته المثال والآخ الذهب الان نسمع معها اسمع مفیل الوب نحن ن medals نحن وثنителя نمر بعد هذا الى الفقرة الثالثة جولي لومو كي كوريسبون الاماج انا اقرأ الكلمة التي تناسب طبعا كي كوريسبون هذا الوذغب كوريسبوند والذي يعني راسالة ويعني ايضا وافقة نقول احيانا كوريسبوندانس يعني المراسلة جوفي الكوريسبوندانس يعني انا اقوم بالمراسلة مع الشخص مثلا ممكن انه يعني وافقة طبعا هنا نتكلم عن كوريسبوند وافقة اذا جولي لومو كي كوريسبون الاماج انا اقرأ الكلمة كي كوريسبون التي تناسب الاماج كما نقول للصورة التي توافق كما نقول للصورة انا 4 اماج كما نرى عندنا 4 صور فرشاك اماج انا ديمو اذا لكل صورة عندنا كلمات نزالون شوزير سال كي كوريسبون اذا سنختار التي تناسب نزالون شوزير سال كي كوريسبون الاماج اذا سنأخد التي تناسب السورة سنبخنون لابرمير اماج اذا أخذنا السورة الاولى اسكو سي باج لاناج لغان اسكو سي باج لاناج وبالغان اسكو سي باج باج نقول لان باج يعني صوفون اصلية اللون باج نقول مثلا لان باج اذا لان المقصود بأنها صوف باج كلمة باج هنا نعت انها صفة اذا باج المقصود بأنها صوف ذات لون اصلي اذا نقول لان باج وايضا كلمة باج تعني احيانا لون يميل الى الصفرة ممكن ان كلمة باج تعني لون ما يميل الى الصفرة نتكلم مثلا عن الملابس نقول لانج باج تميل الوانها الى الصفرة اذا عندنا باج ثم لاناج يعني التلج ثم لغان ثم لغان نقول لغوة لغان لغوة المقصود بالمالك ثم لغان يعني المالكة اذا ما ديز digits؟ اس دوّكم باج اس دونا الكوران سوف نحاول تبطر انция ثم لغانية الجب hem آ giraffe هل عزوvet تبطر؟ إذن عندنا أن أفعل، أنت تفعل، هو يفعل، أن أقوم بفعلين، أنت تقوم بفعلين، هو يقوم بفعلين، إذن في الأصل لها تكون تاب على حد الصرف، تقول الفي، يعني هو يفعل، إذن مثلا الفي، سي دفع، هو يفعل، واجباتي، إذن عندنا الفي، إذن هذه الصورة تمثل الفي، أبري، أننا مي، مي ولكن، مثلا أقول، أقول مي، 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 سي دالي ألأكول، ولكن ناوقت الدهب إلى مدراسة، إذن أدمي تأني ولكن، كو ربراسَنطt للادهني، لقد، هكو ربراسنطد للادهن، ترجمة ترجمة نانسي قنقر الحكمة. نقول لشخص مثلا. يعني انت عندك الحق. كما نقول له انت عندك الحكمة. المقصود انت على حق. في قولك مثلا. عندما يقول شخص ما رأي ما. اقول له. انت عندك الحق. اقول مثلا. يعني سين الرجد. لآج د автомعة. سين الرجد. و قول لعامر عندي اخرة كثرة. ادن لت كلم على لعلى رزون. بعد اقد انت في قلم على منزول انت عندوط الا котل سين انت folks there انت يعني للأكمل L'hiver, le printemps L'été, l'autom L'hiver, le printemps إذن عندنا فصل الصيف فصل الخريف فصل الشيطاء ثم فصل أرابي C'est quoi la saison؟ إذن ما دعنا بكلمة saison؟ إذن نتكلم عن les 4 saison يعني الفوصل الأربعة les 4 saison de l'année إذن الفوصل الأربعة للسنة طبعاً la saison مقصود بالفصل كما نلعون ديته طالعو كما قلناه الآن إذن نلعطي يعني لعطي السيف لطن يعني الخريف لعنى الغريف 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 وعنى الغريف وعنى الغريف وعنى الغريف وعنى الغريف وعنى الغريف C'est quoi la maison؟ هيا الرئيسيان itetو التاليتو التيل وبا الان p temas هيا الرئيسيان هيا الرئيسيان رائسيان 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 ورائسيان وقال اللطفورها انها الرئيسية هكذا جمع نفي complètement أليس أليس مجس者 أليس ينال يعني جناه أبريونا آم طبعا أقول جام أنا أحبه طبعا هاد آم تماما مثل كلمة في هي تدخل في صرف جام أنا أحب تو آم إل آم إذن هو يحب إذن هاد آم تأتي مع إيل أقول إل آم هو يحب أبريونا لار لار يعني الهواء الهواء الذي نستنشقه يسمى لار إذن هاد لار ممكن أنه يعني الفادة ممكن أنه يعني كل هاد لفادة الهواء الذي يملى أوه الهواء لار إذن سورة رابعة كمانارا تو متيل جناهن وفي النهاية نمر إلى الفقرة الرابعة جو لي لفحاز سويفان بي جان كونستخوي دوتر سور المام موديل بيان سور كم دابتود انا ديجا في كم سيبارغراف طبعا كالعادة نحن رأينا متل هذه الفقرة جو لي لفحاز أنا أقرأ الجمل سويفان التالية نتكلم على الجمل أسفاله بي تم جان كونستخوي طبعا نتكلم على الوذارب كونستخوير سالوذارب كونستخوير نتكلم على الوذارب كونستخوير يعني بنا أنك تبني منزلا مثلا لكن هنا طبعا البناء هو فقط مجازي هنا البناء فقط معناوي نحن سنبني جملة تماما كما يفعل البناء أنه يبني منزلا إذن البناء يبني منزلا ونحن سنبني جملا إذن جولي الفراز سويفونت أن أقرأ الجمل التالية puis ثم جوان كونستخوي طبعا هادئون ذكرناه فيما سابق المقصود بهون puis جو كونستخوي دوسة فراز ثم أبني من هذه الجمل دوتر سور لما مودال ثم أبني من هذه الجمل المقصود ثم أبني انطلاقا من هذه الجمل دوتر سور لما مودال أبني منها أبني من متلها أو من القياس عليها دوتر يعني أخرى المقصود هنا دوتر فراز دوتر حتى هذه الكلمة أنها مختصرة هنا puis جو كونستخوي دوسة فراز دوتر فراز سور لما مودال ثم أبني من هذه الجمل جمالا أخرى سور لما مودال على نفس المتل على نفس النموذج على نفس النموذج بمعنى آخر أنا أقرأ الجمل تاليا ثم أبني منها أخرى على نفس النموذج ثم أبني منها أخرى على نفس النموذج نفس النموذج نفس النموذج نفس النموذج نفس النموذج نفس النموذج سوف نفس النموذج نفس النموذج هذا فعل سامعة إذن عندنا الطيف الواحد إكوت أنه يسمع لعب يسمع الشجرة طبعا رأينا فيما سابق لوفر بأنتاند أبني منها أخرى عب وخب�� هل تخصى أبني منها أورب 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 مثلا أورب أورب إذن طبعا جونتاند مقصود بأيضا سامعة هل فرق بيناتهم جونتاند هذا يعني فيع الأورب هذا تعني سامعة مش بالضرورة تكون انت نبغي تسمع انت غادي في الطرق وحتى تسمع وحد الصوت وش انت كنت بغي تسمعه طبعا لا انت غير غادي في الطرق أولا تتكلم أن تسمعتي إذا نتكلم عن الوافر بأنتاند أما الوافر بإكوتة إذا المقصود بأنا بغير نسمع إكوتة دو لا ميزيك يعني أنك تسمع الموسيقى المقصود أنك أنت الذي تشغلها لتسمع لها يمكنك أن نستعمل هنا الوافر بأنتاند جانطان لا ميزيك إذا المقصود أنني كنت أمر فسامعت موسيقى إذا ممكن أنني أستعمل فد الحالة لفر بأنتاند ولكن إكوتة أنه يقصد به رغبة الشخصي في أن يسمع لا يسمع لقاسو إكوت لعبة طبعا الأستاذ مثلني يقول لكم إكوتة يعني اسمعوا المقصود خذوا الرغبة لكي تسمعوا اجعلوا هد السماع رغبة لكم إذا لقاسو إكوت لعبة إذا الطفل يسمع الشجرة يسمع كلام شجرة بالعنى آخر أبي försö لهم أبيهم أبيهم من سيئة يبدو rok ضجو ولكن Mama وصل الحالة الأستاذ كلا لحالة تابعن سنصرفون للمبارب إكوتى مع الدامير تاليت إذن تابعن نتكلم عن لغاة صنق وبد تاليت نتكلم عن إيل جه سا للمبارب أولاً دي سنگلير جه جه كتب سا للمبارب أولاً من المفرد أبرنا تُّ جه جه كتب أبرنا تُّ 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 إكوت تتسمى أو تتسمى أو تتسمى أو تتسمى أو أنت تسمى 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 Dans le premier cas, on a nos garçons qui écoutent l'arbre. إذن عندنا تفليسنا الشجارة. Nous allons conjuguer le verbe écouter à la troisième personne du singulier. Ça nous sert à faire écouter. Dans le deuxième cas, on a les garçons qui écoutent l'arbre. Dans le cas où on a les garçons, on parle de deux garçons, de trois garçons ou plus. إذن تكلم عن طيفلان, عن تلاتت أطفال أو أكثر. Cela veut dire qu'on parle du pluriel. هذا يعني بأننا نتحدث عن جمع. إذن les garçons, إذن تكلم عن الأطفال écoute. لا يمكن أننا ننهي. Le verbe écouter بها d'e. لأننا d'e تكون معا il. Les garçons écoutent. Nous allons mettre O-M-T comme terminaison pour le verbe écouter. إذن تكلم عن طيفلان, عن تكلم عن الأطفال أو أم تي. كنهي يفعل إكوته. Quand on parle de garçons, cela veut dire qu'on va conjuguer le verbe écouter avec la troisième personne du pluriel. إذن هذا يعني بأننا نسانو ساريف للمرأكوته. ما أدامير تاليت ولكن للمجمع. ولإسال المفراد. Les garçons écoutent l'arbre. De la même façon, la deuxième phrase, لصدر أبرت des oiseaux. لصدر أبرت des oiseaux. إذن هنا نتكلم عن شجرة واحدة للأرز. أبرت. توي. طوفل ماذا قال للشجرة؟ قال لها. توي يمون أبري. يعني أنت ملجائي. هنا نتكلم عن le verbe أبرتي. المقصود أنه يحتوي ويحمي ويقي. إذن لصدر أبرت ديزوازو. إذن شجرة الأرز أن تأوهي إليها كما لونقول. أو تحتوي أو تحمي ديزوازو. تحمي طيوران. إذن نتكلم عن شجرة واحدة. بين سرنا نتكلم عن شجرة واحدة. لصدر أبرت. طبعا سرف للمجمع. لصدر أبرت للمفراد. بعد نتكلم عن شجرة واحدة. نتكلم عن شجرة واحدة للأرز. هنا نتكلم عن عدة شجارات الارز إذن لسدر عبرت هنا نتكلم عن شجارات الارز عشجار الارز عبرت انها تو اوي دي زوازو طيورن ونفا انا ان الهفان عبد لفوري نتكلم عن فيل عبد يسكون لفوري الارز إذن نتكلم عن فيل يسكون لفوري ان الهفان عبد لفوري نتكلم عن فيل واحد Dans ce cas, nous parlons d'un seul éléphant Et par conséquent, nous allons conjuguer le verbe habiter A la troisième personne du singulier Et dans le deuxième cas, des éléphants habitent la forêt Des éléphants habitent la forêt Des éléphants, cela veut dire qu'on parle de plusieurs éléphants Il faut parler des éléphants Quand on dit des éléphants, cela veut dire qu'on parle de plusieurs éléphants Cela veut dire qu'on parle de plusieurs éléphants Et par conséquent, nous allons vivre en premier cas نحن نحن نصرف في الابت مع الضمير الثالث للجمع سنقول ماذا؟ دي زالي فان ابت لفوري نتكلم عن فيالة أن تسكن كلها تسكن لفوري الغابة حتى لا نطيل طبعا ممكن أن نأتي بعدة أمثلة بهذا الشكل فقط في الحالة الأولى نصرف الفعل مع الضمير الثالث للمفرد وفي الحالة الثانية نصرف الفعل مع الضمير الثالث للجمع ولكن هنا عدنا لقاسون هنا عدنا لقاسون يعني أننا احتاج الكلمات تنوضعها في الجمع هنا عدنا لسادر هنا عدنا لسادر هنا عدنا لفون هنا عندنا دي زالي فون قبل قليل قلت لكم هاد دي هي الجمع دي الاه حال هنا عندنا أن نرفع وهي الجمعة دي الإن مثلا إذا قلت إن غاقل إذا قلت مثلا إن غاقل إطانبي إذن سأقول دي غاقل صنطانبي إذا نتكلم عن مسترة سقطت في الحالة الثانية أقول دي غاقل صنطانبي إذا نتكلم عن مسترات سقطت إلى آخرة إذا نكتثبت القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله اشتركوا في القناة